الزجل هو أكيد من التراث السوري يلي نافس كتير خارج سوريا وكان قد هاي المنافسة وأثبت حاله أكيد يعني الزجل هو من تراث نعم ودائما هيك منشوفه في حالة من المنافسة بتكون بالأرياف يعني حكى زجل بردله وأجواءنا ما رح تحلو أكيد غير ما نهيك نختمع بالزجل هيك بسعدنا أكيد نرحب بصباحنا لليوم بملك الارتجال السيد مصطفى حسين يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك وأكيد مع سيد وليد عباس وحضرتك عازف العودية صباح 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 حالتما أننا بيقول وبردله نعم طب أنا اليوم هقلك وردلي نحن اليوم ضيوفكم أهلا وسهلا فهيك حابين تردلي بموال زجلي بصوتك على باسي وعيوني اشتركوا في القناة عكفوفنا للطيب مش حتى العيون تشوفنا يا ما حملنا ضيوفنا عكفوفنا للطيب مش حتى العيون تشوفنا بتشرفوا وبتزيدوا معروفنا اهلا وسهلا لو عدد بألوفنا وعيوننا بتقول اهلا ومبحبة وضوابنا عم تمفتح لضيوفنا لك انا شاعر بروح الشاعري انا شاعر بروح الشاعري الشعر من هاج من ارقى المناهج اذا بكتب قصيدة زجلي ببحر القافي مشوه دوابج سرية هاي سفينة نوح هي يا بتغرق يا امه لا تحابج مصيحة ما حدا يبيع الهوية بمذهب عن سفينة نوح خارج اسمعوا للاخبابي السوري البحر كله خطب والموج هايج برنامج مزيعين الوفي لغة اتناد الضمير يكون صاحي نوع مختلف عن كل البرامج موسيقى اسلام الصوت يعني اليوم الكادر شجعوه شوي هيكي سقفوله لكم الاخبارية اليوم شكرا كتير هالكلمات الحلوين كاملين معك اكيد في مصرف بلودان جنات ونعيم وادي اوزاد النسيم اطيب نسيم كاسة المي الباردي والصافي مثل الدوال الجبح والجسم الصقيم يا ابو نزيه يعطيك صحة وعافية جو السياحة سروته الكف الكريم لمسات بالإيد اليمين الشافي هالغلا بده يا رحمن ويا رحيم لمسات بالإيد اليمين الشافي هالغلا بده يا رحمن ويا رحيم من صدرك الواسع وبسمي دافية لمعالجي شغل العيادي والحكيم في ناس فوق الشوك مشيت حافية وفي ناس مشيت على الوبد مشيت الريم باب النزيه مدخل حفاوي كافي ما في سعادي غير بالوجه البشوش وما في مودي غير بالقلب السليم كافي يا رحيم يعني نحنا عم نحكي عن الزجل والزجل هو الارتجال وفن الكلمة خلينا نحكي اليوم بيحكي زجل هم نوقت ما صغير بيبلش بيحكي هم بهاي المناطق بالزلودان يعني بتكون هاي الموهبة عنده الموهبة خاصة وما بيعتقد انه تكون عامي يعني اذا كان في عندي انا ولادي من اهل بيتي ما بيغنوا الزجل وما تعمقوا بالزجل انما هايدي موهبة مزروعة بتخلق على الفطرة هلا الشاعر شخصية مفروض انه تكون جزابي للقلوب وللسمع وجوه متل جوه المطر احيانا بينزل مطر بينعش وبيسقي وبيحي احيانا بيصير رعد وبرق بيصير سيول بتهد وبتهدم فالكلمة هي اللي بتلعب دور بحياة الشاعر وبحياة المجتمع اللي بيسمع الشاعر والكلمة الحلوة الطيبة يعني بموضوع الابتجالي نحنا قدام الكاميرا انا على المنبر في عندي مسيرة طويلة اربعين سنة على المنبر نحنا منحط على المنبر سيجارة ومندخن وكاس الشاي فنجان قهوة بس ما اضطر ان يحط شيء من الورقة لحتى يعني موضوع التصوير لانه الوقت مختصر وما منحب الا ان اعطيكم شيء نسمع بالنسبة للجماهير العريضة اللي بتنتسمع هالشاشة الكريمة الغالية سيد مصطفى اليوم انت موجود ضمن فريق زجالي في منافسة اليوم المنافسة هي بتعطيك مبرر وغاية تكون موجود على الارض المنافسة الكلمة المقابلة هي القوة بالكلمة قوة الكلمة المقابلة حسب الاعيار بيطلع الاعيار غير المنافسة اذا كنت عم غني لحالي في مجتمع يعني احيانا اذا شفت واحد عم يسمع بيخليني اشعل مثل البنزين السمع والتفاعل من وجه المستمع والمطلقي زقفة الكف بتلعب دور حركة المطلقي بتكوين وجه اذا تأثر منحس فيه اذا كان يعني الكلام عم يحبك مشاعره وعم يهز الحواس الخمس من هون الانسان بيستوحي من اللي مقابل يعني حتى الكاميرا والشاشة لما بيطلع شي حلو بالشاشة بتدل الناس تفتح الشاشة كمان الشاعر اللي بيشوفه نمقابله بيضوء متل الاضاءة اللي بتحطوها بالشاشة حضرتكم طيب اليوم نرجع هيك نسمع شي من حضرتك اي شي على زوءك الان في عندي عاني حابة بسمعكم هيك بنسمع اليوم هذا الجو بده هيك سمع وكيد بنن نرجع دحلي لالعازم مظبين مع الشآيدي العازم اشتبي القلماس الغالي بتربح يا حبي غالي روحي في داكي اشتبي عيون اللي نظرتها بتدبح غير عيون ما بتعرف اتحاكي اشتبي تقلب زمان وما تزحزح غير بالتقل ما بطلب بيضاكي لا تربي غير بلبل بيصدح بيغني بالحديقة للفواكي لا تربي غير بلبل بيصدح بيغني بالحديقة للفواكي اذا كان الصبح مش بقد صبح صباحك غير طعمي يا ملاكي اذا كان الصباح مش بقد صبح صباحك غير طعمي يا ملاكي رمل الشط ما بيحب يسمح غير انت حدا يمشي سواكي رمل الشط ما بيحب يسمح غير انت حدا يمشي سواكي كأنك بالبحر موجي بتصبح غير نغمي كأنك بالبحر موجي بتصبح غير نغمي الصباح عقفاكي عشانك معرض الاذياء يفتح اناق غير وخصوص الشياكي اذا جو السهر ما الو مطرح مساكي غير يسعد لي مساكي اذا جو السهر ما الو مطرح مساكي غير يسعد لي مساكي نيمت القمر والليل صح صح نيمت القمر والليل صح صح غير نومي عالم خدد سماكي اذا الشاعر بيشبح ما بيشبح الجبو حلوين لو كانوا شباكي مشواب العمر روح مشواب العمر سوح وبوح اخدني وجابني بلهفي وباكي ما عندي منديل دموع تمسح إلا منديل لحظة لقاكي شاي بالشعر مش معقول يمزح شاي بالشعر مش معقول يمزح ما غنالك غزل إلا ما شيبي وما علمني الشعر إلا صباكي نلا يعني أكيد هاد اليوم هكي الغزل والمشيب والشيب قدي اليوم مرتبة الغزل بالحبيبة وحالات العشق يعني وبالطبيعة أيضا كمان حياة متل العلاقة بين بين الزرع والمي أكيد يعني يعني في وطن بالقلوب ما بتعذب عليه إلا إيد واحدة وبس أكيد هذا إذا سمينا بالمعنى الصحيح وبالوفاء وبالإخلاص وبالصدق لي الله نزله من السماء واللي فرضوا علينا إنه نكون أوفياء بكل أمور الحياة ومجريات الحياة اللي بتتغير من ساعة لساعة فهو السبات والوفاء والمبدأ هو الأصل بكل شيء يعني هيك بنشكر اليوم وجودك معنا شو رأيك كرشم نختم نضع مشاهدنا منخلي هيك الزجل بالخطام بالخطام عندك ومع أكيد أنامل السيد وليد اليوم قديش هاي التشاركوية حلوة وقديش عم تكملوا بعض يعني إن كان باللحن وبالكلمة الحلوة هي الروحانية نحنا سبحان الله هي الروحانية ومشتغلوا شفناك كيف هيك اليوم دخلت بالحالة يعني بآخر خطامه أو الزجل اللي قاله نعم نعم قبل ما نسلمك نهوات أكيد صاحب صوت بس لسا عندي شوية هنترك هنترك عندك الخطام مع الزجل طيب خلي خلينا نبلش من عند حضرتك ولو هيك الوقت يعني وحدة قصيرة لأن الوقت دا همنا فضل فضل موسيقى أخبابي السوريين بعصتها بوحانية دي حبوا أهل بالودان اسلام ومسيحي دي حبوا أهل بالودان اسلام ومسيحي دي حبوا أهل بالودان اسلام ومسيحي بيدي طفيت الشاشات ما بسمع فضائيات ما بسمع بدك تجمع معلومات هاي باعصي علماني دي حبوا أهل بالودان اسلام ومسيحي دي حبوا أهل بالودان اسلام ومسيحي عاش الأعلام السوري نفحى بالورد الجوره بحواس الخمس الشعوبي للشاش الوطني بيحبوا أهل بالودان اسلام ومسيحي دي حبوا أهل بالودان اليوم تصبحنا بأبو زاد مكرب جزيمة إرواب بيسموني سندوباد الأخبابي السهبي بيحبوا أهل بلودان إسلام ومسيحي بيحبوا أهل بلودان إسلام ومسيحي لو سمحتوا نعتذر منكم إحنا معنا الأرق ومعنا الإيقاع يعني نيح اللي عم يحسن يغطي الله يسلمه بس في عندي موشحة مو طويل موشحة بس بعد تفضل تفضل يلا لو بعرف إنك جاي تزور بلودان كنت بعلق برداي تخز الشيطان 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 خايف لو جبت الدلي مع فنجانين ما أعرف صلي خايف لو جبت الدلي مع فنجانين ما أعرف سمي وصلي وصيبك بالعين ما أعرف سمي وصلي وصيبك بالعين ما أعرف سمي وصلي وصيبك بالعين بتمنى قبل الفل الساعات انتين اسبق فنجان وخلي صحني الفنجان كنت بركب برداي تخز الشيطان لو بعرف إنك جاي تزور بلودان كنت بعلق برداي تخز الشيطان كنت بعلق برداي تخز الشيطان كنت بعلق برداي تخز الشيطان أعطيكم ألف عاشية شكرا اليوم لوجودكم معنا نورتوا صباحنا وحلتوا الله يشعر صباحكم